من هو أردام جولير؟ هاي الموهبية اللي فجأة سمعنا الأخبار وكل أنديت العالم مرتبطة بهذا اللاعب هاد حلقتنا اليوم أبل ما نبدأ بالحلقة بلك عمليه اللايك شرائك تفعز الجرس واتابعنا حسابات سوشيال ميديا تحت رابط تحت وفي رابط قناة الاحتياطي أيضا تابعنا علينا بنشر عليه مقاطع صغيري محطة عليك أكثر مقدمي خلينا نبدأ أقول لك سلام عليكم يا مرحبا بأصدقائي بلحظة ما السوشيال ميديا تلت بارتباطات ريال مدريد برشلونة ليفربول ونيو كاسل آياكس كل الأندي العملاقة يوفي السيميلان كل الأندي العملاقة في أوروبا ارتبطت بلاعب اسمه أردام جولير بلحظة ما من دون سابق انزار رحت فتحت وشفت اللاعب وحبيت احكي عنه نحكي هو نقيم اللاعب نقيم أداو في منعب طبعا أنا شايف مقاطع ما بتأثبت كل شيء إلا لشوف مباريات ولكن أنا إنسان ما بتبع الدوري التركي فياللي عرفته من اللاعب وياللي سمعته وياللي شفته سنقلكون إياه بهذه الحلقة منبلش أول شيء اللاعب جنسيته تركيه عمره 18 سنة الأندي اللي اهتمت بشكل جدا باللاعب في منهم نسحبه ولكن خلينا اللي كانوا فيه مهتمين ليفربول اسميلان نيو كاسل كان من أحد أقوى الأندي اللي برغب اللاعب إشبيليا ريال مدريد درشونا وآياكس من هولندا حاليا تم انسحاب آياكس ليفربول نيو كاسل وإشبيليا السبب سنقلكون يا بعدين أما الآن الأندي اللي مرتبطة فيه بشكل جدا والأقرب انه ينتقله وممكن هذا الصيف برشلونا والريال مدريد قريبين جدا بالإضافة لبايلندي حاليا خلينا نحكي عن سر اللاعب اللاعب نادي فرنر بخشار التركي اللي بلعب عنده حاليا قالك عطينا 20 مليون يورو قيمة الكاسر عرض الجزايا وخود اللاعب قريبين جدا لعب عنده 18 سنة ما مستهل ندفع عليك هالمبالغ الفكرة انه والده يلي هو وكيل أعماله بده 20 مليون يورو كمكافأة توقيع هاي بالحال الأولى بالحال الثاني بدك تحكي الراتب اللاعب أقل ش 30 مليون سنويا شو الفكرة الفكرة انه والد اللاعب بدهم دقائق بدهم مكان أساسي بأحدى الفرق الكبيرة وهاتش من الصعب يصير بأي فريق في العالم سواء بريال مديد سواء برسلونا لانه دايما بيكون فكرة ريال مديد وبرسلونا انه نحن نحطه بالفريق الرديف نشوف وضعه ونحاول نصعده تدريجية فهي العوامل كله اللي هي 20 مليون لفنان البخشان الراتب اللاعب و 20 مليون تقريبا مكافأة توقيع خوة في اتلاندي انتي تقريبا عم تحكي 50-60 مليون بلاعب عمو 18 سنة بيلعب حاليا في الدورة التركية بإمكانه يلعب لعب كجنح ايمان بإمكانه يلعب كوسط متقدم او في نقول مهاجم ثاني فانيلا تبعيته الفانيلا رقم 10 الرقم بتاعه يوحيلك انه يحب يسجل هداف يحب يصنع هداف بالإضافة اللاعب مهارة جدا يا اخوان ان شفت له كتير مقاطع وحكيت بمقاطع تيك توك طبعا قلت وقت كان يوجد بس اهتمام من برسلونا كان فيك اخبار بسيطة طلعت بسيطة جدا قلت هذا اللاعب بعد ما شفته طبعا قلت هذا اللاعب فنيا فنيا في الملعب لو صار طبعا عن نظره الاولي اللي شفته فنيا اعلى من بيدري بمتهى الصراحة مهاريا اعلى من بيدري بيكشف الملعب اروأ من بيدري ولكن هاد اللاعب برجع بكرر بدكن تتعامله معه بهدوء الاتراك شوي ما ناجحين بالبيئ وربا الاتراك شوي عقليت اللاعب التركي شوي غريبي شوي بيئ وربا فيه اتراك عندهم موهبي عندهم امكانيات بس ما بينجحوا كتير في اوربا هاد الشي بيخوف كتير اندي مثل ريال مدين مثل برجونا بيخوف كتير اي نادة انه خمسين مليون ولاعب عم يطالب بمكان اساسي بغد منظر شو امكانياته وتركي فنزاك الاندي شوي بتخاف بالتعامل بهيك لاعبي طبعا بحكي العوامل كله سعر اللاعب شروط اللاعب مع امكانيات اللاعب ومع تجربة سابقة للاعبين الاتراك في اوربا لفريق بمحو الدقائق مثل اي اكس مثل بروس دورتمون مثل بورتو مثل بنفيكا هاي الاندي يلي بتلاعب اللاعب الشب تعطي دقائق بأظهر حاله ومن ثم تكون له عملية انتقال لحد الاندي الاورابي الكبيري ولكن انا شخصيا بنانا على الاخبار وين بشوفوا ممكن ممكن في حالة وصحة الاخبار طبعا وهذا كله تنبؤات لو ادخل مسعود وزيل كما يقال ممكن يحسم الصفقة لصالح ريال مدريد ولكن الافضل لللاعب حاليا انه يجرب في الدور الهولندي في فراء اوروبية بتلعب دور ابطال اوروبا وبتعطي دايق اكثر من الريال مدريد وبرشلونا انه هاي الاندي ما حتعطي وقت كافي وبالاضافة اللاعب عن 18 سنة ما انه مستاهلي انه ينحط بضغط كتير عليه بهذا العمر لانه ممكن يدمر مسيرته هاي كانت وجهة نظري باللاعب وهاي اخر اخبار اللاعب اطلب منك تتركنا توقعك وين ممكن يكون اللاعب مستقبل وشو وجدت نظرك باللاعب الى هنا تنتهي الحلقة برجوا بذكر اشتركوا في القناة احتياطي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة